مرحبا شباب في فيديو اليوم سنتكلم عن أربع حاجات مهمة وهي أولا سنتكلم عن بعض المميزات في تحديد آيواز 16.2 المخفية والتي لم نتكلم عليها في الفيديو الأول الذي ضم عشرون ميزة جديدة أيضا سنتكلم عن تحديد آيواز 16.3 باتا واحد ما الجديد فيه سنتكلم عن تحديد آيواز 16.2 نقطة واحد الذي نترقبه قريبا وتاريخ نزوله وفي الأخير سنتكلم عن تاريخ نزول آيواز 16.3 باتا 2 وأيضا التحديد الرسمي أولا دعونا نتكلم عن المميزات المخفية في تحديد 16.2 التي لم نتكلم عليها سابقا وأولها في شاشة القفل إذا ضغطت ضغطة مطولة من أجل التعديل على شاشة القفل ثم ضغطت على التخصيص الآن إذا ذهبت على هذه النقاط الثلاثة وضغطت عليها سوف تجد هذا الخيار الجديد أو إظهار الصورة في المكتب يعني صورة الخلفية عندك في شاشة القفل وضغطت على هذا الزر سيأخذك مباشرة إلى هذه الصورة داخل المكتب وهذا قد يساعدك في حالة طلب منك صديق أن ترسل له خلفية شاشة آيفونك أعجبت أو أي شخص يمكنك عوض أن تبحث في المكتب فقط تذهب إلى هذا المكان تضغط على هذا الزر سيأخذك مباشرة إلى الصورة داخل المكتب أيضا الآن لو اخترت الرسم بالقلم ضغطت على هذا الزر لو قمت بالسحب على اليسار على هذا الشكل كما تشاهدون عندنا قلمان جديدة أو أشكال جديدة من أجل الكتابة هذه التي تظهر باللون الأبيض لم تكن متوفرة في السابق تم إضافتها في 16.2 كما تشاهدون طبعا تُعطيك أشكال مختلفة حسب القلم الذي تختار أيضا الآن لو ذهبت على الإعدادات ثم ذهبت على تسهيلات الاستخدام انزل الأسفل ثم يذهب على سيري عندنا هذا الخيار الجديد تفضيل الردود الصامتة لم يكن متوفر في السابق كان فقط تلقائي وتفضيل الردود المنطوقة الآن يمكنك اختيار هذا الاختيار الذي اخترته شخصيا وأعجبني لو استخدمت سيري أو طلبت منها أي سؤال سيرود سيري دون صوت إلا عندما يبدو أنك تقود سيارة أو تستخدم سماعات الرأس أثناء إقاف الشاشة يعني أنت تستخدم آيفونك وتسأل سيري أي شيء سوف تعطيك الكتابة من هنا في الأسفل دون أن تنطقها كل مرة لكن سيكون النطق شفوي في حالة كنت تقود سيارة أو عندك سماعات الرأس فسيكون النطق شفوي أيضا تحديث آيواز 16.2 قام بقفل تقريبا 33 ثغرة أمنية في الفيديو الأول أخبرتكم أنه هناك بعض الثغارات الأمنية التي تم قفلها والآن أبل نشرتها للعامة يمكنك أن تذهب إلى هذه الصفحة سوف تجد فيها جميع الثغارات التي تم قفلها شيء مهم اشتركته مع الأخوة على حسابي تويتر وأن هذه الثغارات من بينها بعض الثغارات التي يمكن استخدامها أو استغلالها من أجل الجيل بريك وقد شاهدتم يوم أمس اشتركت معكم أداة جديدة استغلها أحد المطورين من أجل تغيير الخط في الآيفون بالكامل هذه الأداة مبنية على أحد هذه الثغارات التي تم سدها في 16.2 يعني لو عندك 16.2 لا يمكنك الاستفادة من هذه الثغارات الأمنية في حال نزل جيل بريك أو أي أداة مشابهة لذلك إذا لازلت على تحديد قبل 16.2 يعني 16.1 أو أحد هذه التحديثات ومهتم بالجيل بريك فأنصحك أن تبقى على تلك التحديثات لأنه أظن سيتم استغلال تلك الثغارات من أجل الجيل بريك في المستقبل والآن دعونا نتكلم عن 16.3 بيتا 1 الذي نزل قبل أسبوعين تقريبا لم أشارك معكم الفيديو لأنه كنت غائب في تلك المرحلة لكن هذا التحديث في نسخته التجربية الأولى يأتي بمميزات قليلة جداً أولها لو نذهب على الإعدادات ثم نذهب على آيكلاو ثم ندخل على كلمة السر والأمن هنا عندنا هذه الميزة الجديدة إضافة مفاتيح الأمان لو نقرأ من هنا تقول لنا توفر مفاتيح الأمان الفعلية شكلاً قوياً لعملية المصادقة من عاملين لو نضغط على إضافة مفاتيح الأمان من هنا ستعطينا هذه الصفحة التي ستشرح لنا هذه الميزة الجديدة وباختصار من خلال هذه الميزة يمكنك أن تحفظ معلوماتك داخل USB من نوع خاص كما تشاهدون هنا يقول لك يحمل علامة Fido Certified حتى تعمل معك هذه الميزة في هذه الـ USB سوف تحتاج إثنان منها وسوف تحفظ فيها المعلومات للمصادقة أثناء الاتصال بحسابك في المستقبل يعني الآن لو كنت تتصل على حسابك ويطلب منك الكود الذي يأتيك في رقم هاتفك يمكنك تغيير رقم الهاتف بهذه الخاصية تقوم بإضافة المعلومات داخل USB الخاصة وفي المستقبل كلما أردت الاتصال على حسابك الـ Apple ID من جهاز آخر سوف يطلب منك تلك الـ USB وهذه حماية من نوع متقدم جدا بالنسبة للناس التي تخاف من الاختراق أو عندها ملفات مهمة جدا يمكن استخدام هذه الميزة أيضا بالنسبة للإخوة الذين عندهم الـ HomePod الآن لو قمت بتمرير الموسيقى من آيفونك إلى الـ HomePod أو التوصيل عند تقريب الجهاز للـ HomePod سوف تعطيك هذه الصفحة الجديدة التي تظهر بهذا الشكل الذي يظهر أمامكم لم تكن متوفرة في السابق تم إضافتها في 16.3 أيضا عندي خبر بالنسبة للإخوة الذين عندهم الآيباد الآن نزل تحديد رسمي لبرنامج المونتاج أو التعديل على الفيديو المعروف دافينتي ريزولف الموجود على الكمبيوتر سواء الويندوز والماك الآن نزلت له نسخة رسمية خاصة بالآيباد هذا البرنامج غني عن التعريف بالنسبة للإخوة الذين يعملون على المونتاج في الكمبيوتر وعندهم آيباد صار بإمكانكم أخيرا استخدام البرنامج في الآيباد كأنك في الكمبيوتر يقول لك من هنا أنه يعمل على الأجهزة ذات المعالج M1 و M2 بكامل المميزات لكن لو عندك آيباد أقدم ليس عليها لا M1 ولا M2 فستكون المميزات أقل حسب قوة الجهاز طبعا البرنامج مجاني في بعض الشراء بداخله لكن يمكنك استخدامه بالمجان والاستفادة منه أيضا قبل بضعة أيام أبل قمت بقفل تحديد iOS 16.1.2 يعني التحديد الوحيد المفتوح رسميا الآن هو 16.2 وأبل عادة لا تترك تحديد واحد فقط لما تقوم بهذه العملية تقفل التحديد السابق يعني سوف تنزل تحديد جديد وبما أن تحديد 16.3 سنتكلم عن ذلك بعد قليل يعني نتوقع نزول 16.2.1 طبعا ليس عندنا أي تاريخ رسمي لكن نتوقع نزول تحديد 16.2.1 أبل عادة الأسبوع الأول في الشهر الأول من السنة شهر يناير لا تنزل أي تحديدات يعني في الأسبوع الثاني ممكن نتوقع تحديد 16.2.1 أو الأسبوع الثالث لكن أنا أرشح الأسبوع الثاني وبالنسبة للتحديد 16.3.2 أيضا نتوقع نزوله في الأسبوع الثاني من شهر يناير إن شاء الله في الأيام الثلاثة الأولى وبالنسبة للنسخة الرسمية لتحديد 16.3 فنتوقع نزولها في أواخر شهر فبراير أو في بداية شهر مارس لأنه لازلت هناك على الأقل خمس نسخ تجريبية قبل أن تنزل النسخة الرسمية وطبعا سأبقيكم على بال بكل ما هو جديد في هذه التحديدات أول بأول نلتقي غدا في فيديو جديد سلام